تانية ما يتعلق بعلاج مؤمن خليكم اتطمنين مية في المية على انه ثوابة النادي الاهلي في الوفاء بالتزاماته تجاه ابناء وتجاه كل لعبته دي مسألة اخلاقية لا تقبل النقاش واي حد يتكلم فيها مفلس بجد ده انا قلتلك ابسلة على لعيبة كنا اعرناه وتعورت في الاندية المعارق اليها اسحق اول وجبرته وفي لعيبة بقى لا وحسين امين وحسين امين ومحمد علي فارجوكم النادي الاهلي اللي تولى علاجهم اللي بيلعبوا في المنطقة دي يلعبوا غيرها يشوفوا له مسكة تانية غير الجزئية الاخلاقية دي مؤمن راجع من المانيا من رحلة سفر ان شاء الله ربنا يتمهاله على خير كله كان بالتزام النادي وزيما المهندس عادل اشار انه ده كان في جلسة مؤمن مع الكابتن سيد عب حافظه ووكيله مفيش جديد يفتح الموضوع خالص المريب في هذا الامر ان مفيش جديد يفتح هذا الموضوع فدي دي اتطمنوا الوفاء الكامل والرعاية الكاملة لمؤمن دي مسألة منتهية شوفوا بقى اي حاجة تانية تلعبوا فيها لا ما هي مش هو هو مش عايزك ترد بشكل موضوعي وعرف انك هترد عايز يشغلك وعايز يعني وهو نجح في هذا لان الوسط عندنا بيبتدأ يتناقش التفاصيل وانا ضد منقشة التفاصيل لما يبقى الموضوع هدفه كده انا اروح للغرض من فتح هذا الموضوع مش هنقش الموضوع الموضوع في كلمة ونص بيترد عليه لكن الغرض من نقش هذا الموضوع وليه ميني ليه اتفتح الموضوع ده دلوقتي بس طيب دلوقتي اه على فكرة اه انت قلت نقطة مهمة جدا واحدة اه واحدة مفيش غير اه انت جبت سيري الاختار ها كاجم علشان الحفاظ على حقوق الاطراف كلها وعشان النادي الاهالي ما يتكشمه خالفات اي وإلا اللعيب يبقى يا اما على زمتك يا اما ياخد استغنى صريحة ايوه واخد بالك طب انت بتتفهم على اللعيبة النهاردة الناس التي تنادي اولئك الذين ينادون بالاستبدال ها ويبتدي يتقالك هنوسط مش عارف مين مع الاهل لان الاهل معترض الاهل بيتمسك ليه بالنظام لان انا احترمت نظامك وصدقته فاكبرتني اني استغنى عن مجموعة من لعبتي ايوه انت لما قلت كده خلتني اخترتهم ونقلتهم بدل الاعارات زي ما كان بيحصل كل سنة زي اسلام محارب زي عمر بركات زي زي احمد حمدي زي احمد حمدي كل دول ما لمشي مكان وكان ينبغي ان يعاروا او يبقى في شكل من اشكال الاحتفاظ شكرا